فقبل ما نوصل لخطوة اللسان الحلو لازم نوصل لنقطة العين البريئة العين النقية التي لا تنقض التي لا تجرح التي دا تهين الآخرين بل بالعكس عين بطرى كل شيء حلو طرى كل شيء جميل بتدور على الحاجة الكويسة الحاجة الحلوة في الآخرين وتمتدحها أحبائي العين التي ترى نعم الله عليها هي دائما في حياة الشكر والرضا الله جزيل الرحمة الله في غنى لطفه ومحبته ويقول كده القديس بولوس الرسول إنما غنى لطف الله وإمهاله في حاجة مهمة جدا احنا مش بناخد بالنا منها قد إيه ربنا بيدينا فرصة للتوبة بيدينا فرصة للحياة التغيير بيدينا فرصة لنحن نراجع نفسنا ويدينا فرصة واثنين وثلاثة إنما لطف الله وإمهاله إنما يقتادنا إلى التوبة أحبائي إن كان ربنا بيطول باله علينا ويدينا فرصة واثنين وثلاثة دي محبة ربنا لنا هل أنت بتشوف ده في كل موقف بيعد عليك في كل يوم وإنت رايح تنام بالليل تقول له أشكرك يا رب أنك أجستني هذا اليوم بسلام